مجلس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع سيد أحمد كجوك وزير المالية بحضور قيادات وزارة المالية ومعاهم المهندس حسن الخطيب وزير السمار والتجارة الخارجية والحقيقة كان الاجتماع لمراجعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات الـ ACI والدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التي داخلت البلاد لزاوي الهمم واستفاد بها غيرهم واتخاذ الإجراءات القرنية الرادعة طبعا الاجتماع كان يعني موسع وصرح المسشار محمد الحموصاني المتحدث الرسمي لرئاسة المجلس والزراء بنتمى خلال اجتماع استعراض تحليل مختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة تسجيل المسبق للشحنات ودلك خلال فترة من 1 أكتوبر 21 لـ 31 يوليو 24 هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال فترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع سواء الاستراتيجية منها أو غير الاستراتيجية طبعا يعني المتحدث الرسمي قال إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أهمية فحص مختلف ملفات سيارات زاو الهمل دي مهمة جداً دي مهمة جداً أرجوكو دي مهمة جداً جداً للناس اللي عندهم عربيات معاقين استوردوها من بره مستفيدين من قانون الدولة عاملة لتمييز دولة احتاجات الخاصة إنهم من حق يجلوا عربية مجهازة من بره العربية بتيجي وبيتم تدويرها في كثير من الأحيان تدويرها يعني إعادة بيعها بتتبع لآخرين لا يستحقوا يعني واحد بياخدها من المعاق بيبعها له في خطأ مشترك المعاق أو أهله بيبعوها لحد وهذا الحد مش مستحق فالدولة ضاع عليها مستحقات ومن لا يملك أعطى لمن لا يستحق النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي يقول إن إحنا عاملين هذا الإجراء للمعاقين ودحقهم على الدولة لكن إنه بيخش حد في النص يستغل هذا المعاق وبياخد الجواب ويتم استراض سيارات باسم المعاق ويتم بيعها في السوق ده الموقف العربيات أو السيارات الموجودة في المواني دلوقتي مرة كان في حد باعت لي شكوى بيقول ابني أو بنتي من يحتاج عربية صحيح من حقك لكن أيضا من حق الدولة توصل العربية لمستحقها مفيش حد في النص يخش يتاجر بالفكرة وده اللي حاصل وإحنا كلنا عارفين هذا الكلام لذلك الدولة وقفت وقفة جادة مصلحة الجمارك ووزارة المالية قالت بتفحص كل كله النهاردة رئيس الوزراء قال له قال إنه أهمية فحص خد بالك بقى من دي فحص مختلف ملفات سيارات زو الهمم كل السيارات بتاعة المعاقين هتراجع تاني تتفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات من غير ذوي الهمم حيث نوه رئيس الوزراء قائلا قال كده بالنص من قصير يعني يعد هذا العمل تربحا من سلع تم إعفاؤها من المستحقات وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع تشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة في ممثلين من وزارة المالية والداخلية تضامن الاجتماعي الرقابة الإدارية بحيث تولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح زوي الهمم وهل بالفعل يستفيدون منها أم يتم بيعها لغيرهم من المواطنين وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رابعة ضد المتربحين من هذه السيارات وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة وغرمت على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه عقل رئيس الوزراء جدد التأكيد على أن الحكومة تستهدف دعم زوي الهمم توفير الخدمات المناسبة لهم قائلاً هم يستحقون بالفعل أما من يتربح أن يتربح غيرهم من الميزات المتوفرة لهم والمتاحة لهم فهذا أمر غير مسموح ولن نسمح به